وجهت الإدارة المحلية بناحية الأعظام نداء استغاثة عبر قناة الفلوجة إلى الجهات الحكومية والأمنية بتوفير الدعم اللوجستي للأهالي بسبب استمرار الهجمات التي يشنها داعش على قرى الناحية منذ أكثر من عشرة أيام منذ عشرة أيام المناطق السكانية بدأت تضغط على المناطق السكانية على ناحية السد العظيم وهو لحد الفاصل بين صلاح الدين ولياله ونهار العظيم اليوم هذه المجامية جاءت تنطلق على قرانا من طيبيجيا والميتة والبجمعة هذه المناطق هي بورة للإرهاب منذ عشرة أيام يتنقلون يوميا هجم على أحد قرانا الآمنة ومن خلال قناتكم المؤقرة وجه دعواتنا إلى السيد قائد العمليات وسيد قائد الشرطة وسيد المحافظ بأنه اليوم ناسنا يحتاج الدعم اللوجستي وهو الأسلحة والاحتجاج حتى لوكارثة خفيفة لأنه الهجمات يطول من ساعة إلى ساعتين الإرهاب مستقتل صراحة من خلال منطقة الحاوي وهو نهار العظيم الهجمات تكرر الشمال وجنوب الناحية على أحد قرانا الآمنة